السلام عليكم ورحمة الله. أيها الكرام الوسيلة المثلى لتقي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا الجديد ليست بأن تستخدم أي دواء ضد هذا الفيروس ولا دواء الملاريا الذي تكلمنا عنه. أنا يا كرام في الكلمة التي نشرتها أول أمس أكدت بوضوح على أن دواء الملاريا المذكور يجب ألا يستخدم كوقاية بل وأن لا يستخدم كعلاج في عامة مرضى الكوفيد واحد. وبينت من يحتاجه تحديدا وأكدت على أنه من الخطأ أن ينطلق الناس إلى الصيدليات ليشتروه احتياطا. ومع ذلك مع كل هذه التأكيدات أقبل الناس على شرائه ونفد هذا الدواء من الصيدليات في الأردن مثلا وأصبح لا يصرف إلا بوصفة أخصائي حتى الكميات الموجودة في المستودعات إذا نزلت فلا تصرف إلا بوصفة أخصائي. هل هذا ناتج بشكل رئيس عن كلمتي أم لأن الناس سمعوا وسائل الإعلام التي تناقلت في اليوم التالي الأخبار عن هذا الدواء أيضا من مصادر أخرى؟ الله أعلم لكن واضح أن هناك عدم توازن في التعامل مع الموضوع من كثير من الناس. وأنا هنا أعيد وأؤكد أن الدواء له أضراره. الأخبار عن هذا الدواء ما كانت لتخبأ لفترة طويلة بل ومن ساعات قليلة أعلن رئيس الأمريكي اعتماد الدواء لعلاج كوفيد تسعة عاش في أمريكا. لكن ما فعلته في كلمتي أول أمس هو أني استبقت الأحداث ووضعت الحديث عن الدواء في السياق المناسب من التحذير من سوء استخدامه وبيان أضراره على فئات من الناس وبينت من يحتاجه ومن لا يحتاجه. ومع ذلك فبصراحة يا أخواني الواحد مش مستعد يتحمل الدوشة اللي ممكن تيجي من وراء عدم توازن الناس في التعامل مع الموضوع. طيب هل هناك خيارات أخرى للوقاية غير هذا الدواء غير أدوية بشكل عام ضد الفيروسات؟ هناك الإجزاءات المعروفة من الابتعاد عن المرضى المصابين ومن الغذاء المتوازن لتقوية المناعة وهناك المكملات الغذائية المتنوعة وهل يا ترى هناك مكملات غذائية متوفرة يمكن أن تساعد في الوقاية من كوفيد تسعة عاش بل وعلاجه؟ نعم هناك مكملات غذائية غير ما ذكرته من الفلافونويتس واطلعت مؤخرا على بعض المكملات التي يبدو أن عليها دليلا علميا أقوى من الذي ذكرت من الفلافونويتس يعني من الليمون بقشره وما إلى ذلك لا هناك مكملات غذائية لها أثر أقوى لكن بصراحة مع سوء التوظيف الذي أخشى أن يحصل لكلامي فإني سأتجنب نشر هذه المعلومات لعامة الناس يروحوا بعدين على الصيدليات ويأخذوا هذه المكملات ويمكن تناولوها بكميات كبيرة معتقدين أنها آمنة ثم تحصل معهم أعراض جانبية وتستنفد من الصيدليات ويحرم منها من قد يحتاجها لاحقا لا لا أود أن يحصل هذا حتى يا إخوان لو كان مكملات غذائية ما تظن أن فيه شيء اسم دواء آمن الدواء إذا كان آمن تماما معنى ذلك أنه غير مفيد أي دواء حتى المكملات الغذائية إذا أخذت بجرعات عالية فإنها تضر حتى الثومة إذا أخذت بجرعات كبيرة فإنها تضر ما قصد أن الثومة هي المكملات المقصودة وإنما أقصد أي شيء يأخذ بكميات كبيرة يمكن أن يضر ولذلك فإني سأتحول إلى نشر هذه المعلومات بلغة علمية يفهمها المتخصصون بحيث يحصل هناك مشاركة للمعلومات المنتقى دون تلقف وتوظيف غير متوازن من بعض الناس وسنطلق قريبا بإذن الله تعالى موقعا علميا متخصصا ننشر فيه هذه المعلومات وغيرها من الفوائد العلاجية العامة والمتخصصة أنا كنت يعني زمان بسعى إلى إطلاق هذا الموقع لكن مع ضيق الوقت إنما لعل هذا هو الضرف المناسب حتى نبدأ بنشر مثل هذه المعلومات بلغة متخصصة لأنه بصراحة أخشى مرة أخرى أن يساء توظيفها مع أنه بنأكد وبنعيد وبنزيد يا جماعة هذه أدوية ما بصير تروح وتاخدوها احتياطا ما بصير تاخدوها من رأسكم دون وصفة طبية لكن هناك من قد يسيء استخدام هذه المعلومات لذلك بإذن الله سننشر معلومات نافعة نتشاركها مع الإخوة المختصين يصير في تلاقح أفكار وتركيز في المعلومة وفي النهاية يعني إذا وصلت هذه المعلومات لعدد جيد من المختصين والأطباء والمعالجين والصيادلة فبإذن الله تعالى تصل الفائدة إلى أكبر عدد من الناس بارك الله فيكم وجنبنا جميعا والمسلمين كل وباء وبلاء وباء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة